السمنة هي اللي تخليك يبنى عليك السن الكبير طول ما حضرتك محافظ على وزنك أو وزنك كويس عملت عملية خست بيها وشك يرجع شباب تاني السمنة هي عامل العجز الأول خليكوا فاهميني الكلام ده زي ما قلتلكوا النهاردة حوار ممتع جداً كعادته مع ضيفي العزيز جداً والمبدأ دايماً في حواره وقمع المال كبيرة والاسم الجراحي المتميز للغاية والرائد القدير لهذا المجال أستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بكلية طب جامعة عن شمس أستاذ بقسم الجراحات السمنة والسكر بكلية طب جامعة عن شمس عضو التحدي العالمي لجراحات سمنة الإفسو وجامعية المصرية لجراحات سمنة الاسم الكبير أتنم بيك أهلاً ترأي ومساقير زي حضرتك زي النوري فاندب خطوة عزيزة زي ما بيقول ربنا يخليك فينا النهاردة إن كان موضوعنا حول التقسيم السنائي لكن هل سمنا واحد من عوامل العجز الكبير العجز الالديرلي لك ده مش بس كده دكتور أيمان ده إحنا لقينا حاجة بقى عملنا دراسات جينية لقينا إيه دلوقتي لما أجأ أقول عمر الشخص ده أربعين سنة بناخد الكروموزومات بتاعته ونعمل لها تحليل بما ممكن تلاقي الكروموزومات بتاعته بتاعت سن واحد عنده ستين سنة يبقى أنت عمرك اللي في البطاقة أربعين سنة عمرك الجيني ستين سنة والنهاردة بقت فيه أجهزة بتحلل ده ده مش كلام افتراضي بقدر أخذ عين الدم من الدكتور أيمان واشوف عمر الجيني لقينا معلومة غريبة جداً إن الناس اللي بيتمتع بوزني مثالي تلاقي عمر الجيني أقل من عمر الحقيقي يعني الدكتور أيمان تسيه أربعين سنة معلش كبرتك الدكتور أيمان تسيه أربعين سنة ممكن ألاقي لو أنت إنسان نفستك حلوة وجسمك رشيق وبتاكل كويس وبتنام كويس ألاقي عمرك الجيني اتنين وعشرين سنة يبقى أنت أربعين سنة وعمرك اتنين وعشرين سنة نيجي على الحكس إنسان عنده سكر عنده ضغط عنده سمنة مفرطة طيب بص تلاقيه هو عنده أربعين سنة عمره الجيني خمسة وستين سنة ده أنت ليه بتفسر أنت قلتها من غير ما تحس في الأول لما قلت إيه أو جايز حاسس بقى ما معرفش يعني بالله أنا حقوله لما قلت إنها بتأثر عمرك يعني إيش بتأثر أنت عمرك تقدم يعني أنا عندي أربعين سنة جيناتي عجزة بين السمنة بقى عندي خمسة وستين فأنت دلوقتي جسمك عادد إنك في سن الخمسة وستين بقى إنك في البطاقة أربعين عشان كده اللي هو توفى بعدها مثلا بعد شرع الكلاس بعدها بخمس سنة بالنسبة لجهاتها توفى في سن السبعين لكن قدام الناس توفى في سن الخمسة واربعين طب نيجي بقى العكس أنا بتشوف بزاة نجوم السينما وناس مهتمة مونيكا بلوتشي مونيكا بلوتشي دي عادتهم بجيبوا صورتها بها ماشية يعني مونيكا بلوتشي نموذج للرشاقة مونيكا بلوتشي دي اللي هنشوفها كمان شوية عندها ستة وخمسين سنة لأ الناس لما تتخيل إن ستة دي اللي هنشوفوها دلوقتي عندها ستة وخمسين سنة دي شيء موزين جميل هو ده اللي انت بتقوله بالنص يقول لك ستة وخمسين لكن شكلها خمسة وثلاثين ليه بقى انت لو عمل ده بقى تقول لك انها ظهار لا يا فندم انت تعمل لها العمر الجيني خد عين الدم منها حتلاقي عمرها الجيني خمسة وثلاثين سنة يبقى هي عمرها في البطاقة ستة وخمسين سنة اللوك والمنظر بتاعها قدامنا خمسة وثلاثين سنة وده حقيقة علمية عشان كده هي لما توصل مثلا سن التمانين هيبقى عندها خمسين سنة أصلا وده اللي يفسر لك ليه بتلاقي الناس الرشيقة اللي بتنام كويس النفستها كويسة اللي معندهاش أحقاد الناس اللي آه بتكلم جد الناس الجميل جميل من جوه ومن بره وبتاكل كويس وبتنام كويس وبتشاب السول كويس وبتماس رياضة كويس تلاقي لك ايه عنده تبانين سنة وبقى متمتع بالصحة كويس وده اللي يفسر لك لها دكتور أيمن دي مونيكا بوليتي هذه المرأة عندها سبعة وخمسين سنة يا لا لا صدق طيب سبعة وخمسين سنة بالظبط دي لو انت خدت لها عين الدم حتلاقي عمرها الجيني خمسة وتلاتين او سبعة وتلاتين كما تبدو فده مش ظهر فإذا السمنة والسكر اللي هما زي ما احنا سنوها دكتور توقم الشر بيعملوا اتنين وخمسين مرض منهم كلمة مكتوبة ايه بقى اللي انت قلتها بريمات يورسينيلتي مكتوبة كده بريمات يورسينيلتي اي عجس قبل الاوان شيخوخة مبكرة شيخوخة مبكرة او باللغة البادية عجس قبل الاوان والسناء التقسيم او البيبرتاشن يعني اختلف او ساسي تمام ايه الفكرة العلمية وليه هي دايما في الوقت الاوساط العلمية يقولها عملية واعدة عملية دات نتائج جيدة العملية محبوبة في الاوساط الطبية والجراحية لها قابلية وشعبية وسط الاطباء تمام وانتقشت في المؤخر مؤتمر للإفسو كانت موجودة والجمعية المصرية لجراحات السمنة برضو كانت موجودة في اخر مؤتمر لها هزي العملية دكتور ايمن هو سحرها بييجي منين منها جمعت افكار عمليات التكميم وتحويل المصار معا فاخدت مميزات الاتنين مع بعض لو جبنا الصورة بتاعتها هي فكرة التكميم ايه ان احنا ده بخش طبعا جراحات للوقت ما عادش فيه جراحة مفتوحة بنعملها جراحات بالمنزار بنخش بنشيل 70% لـ 80% من المعدة يا بين ده الجزء بتاع المعدة اللي شلناها بعد ده اسمها تكميم بعد كده جبنا الأماء اللي كانت بتاعتنا طولها 6 متر وصلنا الأماء على بعد 2 متر انا جيب الصورة اللي فاتت وصلنا الأماء على بعد 2 متر بالمعدة المكممة اه عبا هنا استفدت ايه ياب أنا عندي حجتين عندي التكميم اللي تصغير المعدة الجزء الفوق والوصلة اللي عليها الأسهم الخضراء الثلاثة اللي تحت دي على بعد 2 متر من بداية الأماء الساسي أو الساسو أو تحويل مع تحويل التكمين مع تحويل مصاري سوناء التقسيب العملية السحراف إيه عملت حاجتين أولا قللت حجم المعدة فده بيقلل لي هرمون الجوع لاسمه الجريلن فالعام بيأكل كبيرة أكل صغيرة بيشبع بسهولة دي تقليل حجم المعدة هرمون الجريلن اللي كان بيطلع من المعدة ده ثبت أن دوله أربع وظيف لما أنا بقلله بيقلل حسة الجوع بيزود الحرقة عشر أضعاف بيقلل ترسبات الدهنية اللي في الجسم وبيقلل مقاومة الإنسولين وعش كده البنكرياس بيفوقه ويشتغل ويفيد برضى السكر ده كلام جميل ده سحر التكميم طب نيجي بقى الجزء التاني لما وصلت الأمعاء بالمعدة إيه اللي حصل ثبت لدينا في الطب وده بيحب حفاظ السادة المشهيدة أمعاء طولها ستة متر أول تلاتة متر أول اتنين متر منهم يعتبروا أعداء لمريض السكر وآخر أربعة متر أصدقاء لمريض السكر تب ليه أحداء لأنه هم بيمتصوا خمسة وسبعين في المئة من السكرات والدهون اللي في الأكل خمسة وسبعين في المئة من السكرات دهون تمتصت أول تين متر رقم اتنين بتصنع هرمونات سماد دي كريتنز ده هرمونات مصبتة لعمل البنكرياس تب آخر أربعة متر بيصنعوا هرمونات سماد باتناشرة البنكرياس واحد يقول لي الله يعني هو ربنا خلق فينا حاجة البنكرياس ده غده بتطلع هرمون اسمه الانسولين البنكرياس ده لو اشتغل قليل يجي لك السكر طب لو اشتغل جامد يوطي لك السكر الناس مش فاهمة ده يعني لو طلع اوراق من البنكرياس بتزود الانسولين باخطر طبعا انسولينوما بتبقى اخطر على الحياة المريض وطيانه السكر اخطر من عليانه الان ده ما يعرفش ينام لما كان بو ازيزة باية وكل شوية حدي صحيح لو سابوه ينام فترة طويلة ممكن السكر انخفض لدرجة بزا فانت البنكرياس عامل زي ايه بقى العربية فيه فرامل والبنزين الفرامل هي اول اتنين متر البنزين هي اخر اربعة متر في الطبيعي ما تنفعش السوق العربية غير بالبنزين وفرامل عايز تسرع عايز تبطأ لكن في العين اللي جاله سكر بقى انا من مصلحتي ان انا عطل الفرامل واصرع البنزين عشان اسرع بالشفاء هي بتعمل كده بتعطلك اول اتنين متر وبتشغلك اخر اربعة متر فانت اصبحت قللت الفرامل زودت البنزين فانطلقت بصورة عالية نحو الشفاء باذن الله اللي انا عايز اقوله ايه بقى طب والاكل بينزل لو جبنا الرسمة تاني بينزل الاكل بتقسم زي 80% على اخر اربعة متر و20% على اول اتنين متر انا قلت لحزك قبل كده مرة مريد سألني طب انت الاكل قدامه فتحتين انت ازاي بتضمن ان يبقى 80 على الفتحة اللي على يمين وده من مصلحت و20 بس فتحة اللي على الشمال بضمنها ازاي ان الفتحة اللي على الشمال بتبقى اكبر واوطى الفتحة اللي على الشمال اعلى واوسع اعلى واديق فالفتحة الطبقية بتاعة ربنا اللي على الاثنى عشر بتبقى اعلى واديق وعليها عضلة اسمها سفينكتر او صمام التانية اوسع واوطى وما فيش عليها صمام فمنطق ان الاكل ينزل على الفتحة الاوسع عشان يشغل لاخر اربعة متر وقالي الوصول للاكل اول اتنين متر طب دي بتستفيد ايه ان انا احداث تصورة هرمونية في الجهاز الهضمي قللت الهرمونات الضرة قللت امتصال سكرات ودون وعليت الهرمونات النافعة دي ميزة الميزة التانية ان التكميم ما بتوسعش مع الوقت ليه لانك موصل على الامعاء فالضغط جواه هو واط يعني مشكلة عمية التكميم ان حين بتضغط جواه عالي لا انا واطرت الضغط جواه الفيضة العظيمة من الله تبارك وتعالى في هذا العمل ايه ان احنا ملغناش اي جزء من جهازك الهضمي اقدر العين ده اخش بمنزار اخش زي ما انت حدك عارب بقى اسزة البطنة تخش تشوف المعدة وتخش على الاثنى عشر وتخش على الامعاء لو في حصوة في القنوات المريضة ممكن تجيبها فهي عملية مغيرت في الوضع التشريحي الرباني للمريض هتقمس شخصية مريض مسقف شوية ومريض تاني بتفرج علينا بحب شوية وهسألك سؤالين تمام السؤال الاولاني اللي بتاع المريض المسقف شوية ترجع علينا وصيع يعني يا حباتين يقول لنا ايه يقول لك ايه باشا سنة تقسيمة عملية على رأسي لكن تفرق ايه يعني عن تحويل المسار انا حاسس انها يعني صورة طبق الاصل تقريبا من تحويل المسار قريبة منها جدا نفس البركوشن فيتامين هاخوت فيتامين مفيدة للسكر طب التانية مفيدة للسكر يعني زي ما غسلنا الماء بالماء يعني مفيش حاجة جديدة ده العيان المثقف اللي فيه سنة فاهم شوية جميل ده كلام رأسي تاني عيان طيب بيسأل على الحاملة القومية مستمرة ولا مش مستمرة عشان الظروف بقت صعبة تمام بالزبط هنرد على الاتنين المريض الاولاني لو بصينا لو نقدر نجيب الصورة بتاعة تحويل المسار وبتاعة سنة التخسين جنب بعض يبقى حاجة رائعة جدا لو حطناهم جنب بعض في عملية تحويل المسار اه احنا بنصغر المعدة برضو جميل وبنوصلها بالامعاء برضو تمام بس انا في تحويل المسار بقفل اول اتنين متر تماما اول اتنين متر من الامعاء ما ينفعش منظر يوصل لهم وبقفلهم تماما لو بصينا بالزبط بصوا يا ايمن احنا صغرنا المعدة اللي عليمين كنت تحويل المسار اللي عليمين تحويل المسار تكتوب عليه مكتوب على تحويل المسار المصغر واللي عشمها لسنة التقسيم لو بصينا كده انت صغرت المعدة وفي نفس الوقت كمان وصلتها بالامعاء جميل فاول اتنين متر دول اتعزلوا تماما بقولهمش اي وظيفة عشان كده تغذية العام بتقلي شوية انك تقريبا لغيت له اتنين متر من امعاو هنا انا مشاغل اول اتنين متر لكن بكفاءة اقل طب لو العيان ده جاله حاصه في القناة المريل اللي عامل تحويل المسار منفعش اوصلها عن طريق الفم لكن انا قادر اوصلها عن طريق الفم فهنا طبعا الاتنين جمال جدا مش احنا لا ننقص من تحويل المسار وعملية رائعة وعملية ذهبية ولكن هابدقول الكمال للهي فقط كل واحد فيه ميزة وعيد دي ميزتها انها اتغذيتك ما بتقلش قوي تحتاج بفيتامينات يمكن بجرعات اقل شوية في نفس الوقت هي كل اجزاء الجهاز الهضمي متاحة بالنسبة لك لان فيه مرضي ساعات يقول لي ايه دكتوريس الجزء عامين المعدة ده اللي اتعزل ده ما انا قادر اوصله ازاي مش اقادر اوصله طب بنعمل اشعاط مقطعية لو عايزين نوصله وبنعمل اشعاط رانيم مغناطيسي ولكن فيه جزء معزول هنا مفيش اجزاء معزول وفي نفس الوقت التأثير بتاعهم يكاد يكون متطابق يعني عميد سناء التقسيم نقدر لقولها ببساطة شديدة جدا هي اقرب الى الوضع التشريح الرباني اللي خلقوا ربنا تبارك وتعالى الحملة قومية الحملة القومية انت حضرتك بقيت حبيبها جدا اكتر مني لان فعلا يمكن حضرتك دكتور ايمان انت انسان محترم وحاسس بالناس وبظروفهم يعني احنا قلنا قبل كده كان فيه اشاعة سخيفة جدا بتقول ان عمليات السكر والسمنة عمليات للناس الاغنياء والقادرين وعمليات باهزة السمن هي طبعا عمليات بتجرأ بآلات امريكي كلها آلات مستوردة ومستوردة امريكي بالذات هي آلاتني من رواح الالات الامريكي وانا بشغلش بالآلات الامريكي بالزابط كده لكن لأ النهاردة الحمد لله قدرنا نعمل تخفيضات في العمليات بحيث ان سعرها يكاد يكون بسعر التكلفة بحيث ان يعني يعني ما تبقاش الفلوس حائل في توصيل الرسالة الطبية العظيمة اللي ربنا ادهنا للمرضى بدون تكلفة عالية نورت وشرفت وابدحت كلاعات ربنا خليك توريان بباسعيد معاك دايما وعايز بقى سادة المشاهدين يسمعوا كلام مش مني ولا منك من واحد خدوا التجربة الخوض التجربة تعبيراته دائما ادق كثير حتى من التعبيرات الطبية عند ازهان الناس ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة والاسم اللمع في عالم جراحات سمنة الأساس الدكتور ياسر عبد الرحيم أساس جراحات السمنة والسكر والمنظير بكل الطب جامعة عن شمس الأساس بقسم جراحات السمنة والسكر وعضو الاتحادات العالمية وجمعات المصرية لجراحات السمنة كان ضيفي فيه وحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق في الناس الحل أنا اسمي أحمد كنت مريض سنة وبعانم سنة مفرطة وصل وزني 150 كيلو حاولت محاولات كتير جدا لنعمل ضايت أو رياضة الموضوع ومجابش معي أي نتيجة والحمد لله فضل ربنا وفضل دكتور ياسر بعد التوجه لي وإرشادي ومصايحه لي أنه أنا أعمل عملية تسناية تقسيم أعمل العملية النهاردة بقى لي تقريبا 11 شهر كان وزني 150 كيلو الحمد لله النهاردة وزني 80 كيلو أو 89 كيلو يعني فيه نزول بمعدل حوالي 65 كيلو موضوع فريق معي جدا حياتي تتضاري بشكل كبير جدا شحنا بحيانة ننزل الوزن دوت في الفترة ديت الحمد لله ما بعنيش من أي مضاعفات من العملية ولا أي أضرار خلص وحياتي بقى المستقرة بيت دم دلوقتي وبيت ما رفع من حالات كتير ما بيتش أعرفها منه إنو كنتش ما رفع منه إنو كنتش ما رفع منها ترجمة نانسي قنقر